شريط فيديو بيثبت ان فيه ناس ممكن تكون مفيدة وهي ميتة اكتر من فايدتها وهي عيشة دي حقيقة بتنطبق على مقابلة المسؤول السعودي الهارب سعد الجابري مع برنامج 60 دقيقة على شبكة CBS الامريكية فسعد الجابري في احدى لحظات اللقاء كان كمان يقرأ ورقة نعوته اي وفاته وانا هنا ما بقصدش الوفاة المعنوية اطلاقا انا بقصد التصفية الجسدية الحقيقية فايه حكاية شريط الفيديو ده وايه علاقة السعودية بالموضوع ده ده اللي حنعرفه مع بعض بس بعد الفصل السلام عليكم المفروض ان سعد الجابري بعد سنين من الصمت المفروض زي ما تم الترويج له بانه حيظهر في المقابلة اللي طال انتظارها عند اصحاب اجندات معينة ويفتح فيها النار على السعودية وانه حيكشف امور خطيرة تخص المملكة وتخص الامير محمد بن سلمان تحديدا ده بحسب ترويجهم اللي ماله بالسوشيال ميديا قبل المقابلة بأيام ولكن المفاجأة ان سعد الجابري ظهر مرتبك ومهزوز وتكلم بكلام مرسل من غير ادلة ملموسة ولحتى ادلة منطقية وحاول يلخبط الاوراق في مجموعة مواضيع زي محاولته دا اي اسفين داخل الاسرة الحاكمة من خلال فبراكة قصة محاولة ارتيال وزي محاولة استدرار عاطفة الامريكان من خلال الادعاء بان اولاده محتجزين للتقر منه مش لقضايا فساد مالي مرتبطة بيه وبهم ده بالاضافة لتبريره السازج لتدخم صورته المقدرة بالمليارات وهو المفروض انه موظف حكومي الدهور اللي برر المليارات بانها هدايا وهبات ما تدليني يا عم على اللي بيدي هدايا وهبات بالمليارات ولا اقولك سبنا لك انت يا عم المليارات دليني على اللي بيدي هدايا بالملايين بس بس على فكرة دي مش نقطتنا نقطتنا هي ايه هدف سعد الجابري من المقابلة بعد الصمت السنوات الاجابة ببساطة انه على ما يبدو انه سعد الجابري عايز المقابلة دي في التوقيت ده علشان يعصم دمه ايوة يعصم دمه خصوصا ان ريحة فضايحه المالية اللي تزكم الانوف بدأت تتكشف بعد صدور احكام ضده في كندا احكام بتثبت توجده بالفساد واختلاص المال العام وغسيل اموال كمان سعد الجابري عارف ان الشعب الامريكي والشعوب الغربية بشكل عام بتكره الفساد المالي والاستلاء على المال العام وبتكره الفاسدين ماليا بشكل كبير جدا ومش بتحترمهم ولا بتتعاطف معهم ده بالاضافة لكون سعد الجابري بقى ايقونة الخيانة في وطن السعودية وبقى منبوز من الشعب السعودي ومن كل عربي كمان مطلع على حياته بعيدا عن تأثيرات الاعلام المعادي للسعودية والممول من دويلة وظيفية وبالتالي مفيش قدام الجابري غير انه يلجأ لمشغلينه في امريكا زي ما حصل كده بالضبط دلوقتي ولكن وناخد بالنا هنا منفضلكم ونركز في الكلام اللي جاي كويس قوي الجابري طبعا فقررت نفسه وعارف انه مجرد عميل وبيتم استعماله حاليا كورق الضغط حيجي يوم وينتهي مفعولها اسمحولي بصتها انتهاء المفعول هنا المقصود بي انتهاء الحاجة له حيا ما بينقسين طب تسمحولي فصر اكتر وبصت اكتر سعد الجابري عند الادارة الامريكية زي ما قلنا من شوية هو ورق الضغط على السعودية بيتم استعماله باعتباره مسؤول امن حكومي سعودي سابق علشان تشويه السعودية وشيطانتها وابتزازها في ملفات عدة منها اسعار النفط وتنفيذ مشروع الشرق الاوسط الجديد وعلشان الادارة الامريكية الحالية دي تقدر تدي لسعد الجابري حيثية عند الشعب الامريكي والغرب عموما علشان يكون تأثيره قوي فلازم تعمل حوالين الجابري ده هالة اعلامية مليانة بقصص الشرف والمظلومية والنزاهة وإلى آخر ولكن وزي ما قلنا من شوية برضو مسألة اثبات ان الجابري مجرد لسه فاسد مختلس بقت محسومة بأحكام قضائية غربية مش سعودية وبالتالي الجابري حيفقد امته المعنوية ومش هيكون شخصية محترمة وذات مصداقية عند الشعب الامريكي وهنا وفي سبيل غربة الادارة الامريكية الشديدة للدارة على السعودية وورقة سعد الجابري كل يوم بتفقد قيمتها وحياته كشخص فاسد بتتكشف يوم بعد يوم هنا ممكن يكون سعد الجابري بدأ التفكير بانه ممكن يقابل مصير العملاء لما بتنتهي صلاحيتهم وانه كميت ممكن يكون مفيد للامريكان اكتر من كونه حي ولانه بقاله مدة وبتعليمات مشغلينه الامريكان بيدعي انه مطارد من السعودية ومهدد بالقتل فعلى ما يبدو ان سعد الجابري بدأ يحس ان مشغلينه الامريكان ممكن يقوموا بتصفيته بطريقة درامية ويلزقوا التهمة في السعودية وهنا خلصت الكلام يا سادة يا كرام فسعد الجابري ادعى في المقابلة انه عنده شريط فيديو وشريط الفيديو ده حيظهر بس لو تم اغتياله هو ما حددش محتويات الشريط ولكن وهو بيتكلم عنه وكأنه بيقرى ورقة نعوته وكأنه متأكد انه حيتصفى البعض حيقول انه شريط بيتعلق بالسعودية طبعا لان السعودية هي خصمه ده استنتاج صحيح الى حد ما ولكن ده مش منطقي مش منطقي اطلاقا لانه ببساطة لو سعد الجابري عنده حاجة خطيرة جدا على السعودية فالمنطق بيقول ان سعد الجابري المفروض انه يظهرها دلوقتي مش بكرة ومش يخليه كمان على شريط فيديو المنطق بيخلينا نسأل سعد الجابري سؤال هو ايه اللي هتستفيده من ظهور الشريط ده بعد موتك المفروض انك تكشف اللي عندك لرأي العام لان الخصومة بينك وبين السعودية بقت واضحة والسعودية رفع عليك قضايا وفتحك في كل حتة وبالتالي واضح ان سعد الجابري ما عندهش حاجة اصلا ولكن هنا يفضل سؤال هو ليه يتكلم عن وجود شريط حيظهر بعد ارتياله اجابتي على السؤال ده وبالعقل كده وبحسب تحليلي هو انه قد يكون بقول قد يكون سعد الجابري بيحاول يوصل رسالة لمشغلين والامريكان بشكل غير مباشر من خلال المقابلة بيقول لهم فيها اصرار شغلي معاكم انا مسجلها على شريط فيديو فلو قررتم تتخلصوا مني علشان تبتزوا السعودية بقتلي فعندي اللي هيحرككم قدام العالم يعني يا نعيش عيشة فل يلموت احنا الكل وبكده تكون محاولة منه علشان يعصن دموا من الامريكان وما يفكروش ان هم يقدموك كبش فدة وكوارق الضغط على السعودية عبارة عن جثة مش حبا في السعودية او خوف عليها ولا ادفع عنها ولكن حبا في الحياة والاستمتاع بالثروة الطائلة اللي اختلسها وتقاضاها مقابل خيانته طول السنين اللي فاتت اخيرا بقول ان ده تحليلي كشخص بيشاركني فيه بعض الناس ومش بتدعي اني انفردت بيه او اني جاي بتديب من ديله ومع ذلك ممكن يكون غلط ولكن الصحيح المؤكد ان سعد الجبري بقى نموزج للخاين الواقح الفاشل خاين نبزوا ولفزوا وطنه وشعب وطنه ودلوقتي هو بيتسول غضا مشغلينه اللي خان وطنه عشان مصلحتهم ومما لا شك فيه ان عار الخيانة هيطرده هيطرد اولاده احفاده اليوم الدين لانه جمع الخيانة من اطرافها سرق المال العام وتخابر وتعامل مع الخارج ضد وطنه والاكتر من كده انه خان قسمه امام الله فاي عار هو فيه واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته